القصبة الهوائية بتتفرع لشعبتين أساسيين أو للدقة أكتر اسمهم الشعبتين الأوليين من ستم أو بريماري برونكاي بحيث أن كل شعبة منهم بتدخل الرئة الخاصة بيها ومكان انقصام القصبة الهوائية بيطلق عليه اسم كارينا واللي بيكون تقريبا عند مستوى الفقرة الظهرية الخامسة T5 ولو حبينا نعمل مقارنة سريعة بين الشعبتين فاحنا هنلاحظ أن الشعبة الرئاسية اليمنى أوسع وأقصر وعمودية أكتر يبقى الريت مين برونكاس ويدر شورتر عندي مور فيرتكال بينما الليفت مين برونكاس نارور لونجر عندي مور هوريزينتل زانزالايت بعد دخول الشعبة الهوائية الأولية صرة الرئة بتبدأ تنقسم لشعبات ثانوية أو شعبات فصية ساكندري أرلوبر برونكاي والشعبات الثانوية بتبقى ممثلة لفصوص كل الرئة بمعنى أن الرئة اليمنى بتتكون من ثلاث فصوص فبالتالي الشعبة الهوائية الرئيسية اليمنى بتتقسم لثلاث شعب ثانوية سوبيريور وميدل وإنفيريور والرئة اليسرى بتتكون من فصين فبالتالي الشعبة الهوائية الرئيسية اليسرى بتتقسم لشعبتين ثانويتين بس وهم السوبيريور والأنفيريور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة